انواع الامبليفايرات. اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا بتاعة الجيتار وهندس الصوت. هو الحلقة ديت هتبقى فيها ميكس بين الاتنين. ليه? لان الحلقة الناس كتيرة بتبعتلي تسألني انا اشتريت جيتار سواء او جيتار فيه مايك. والراجل دوت عايز يوصل الجيتار ده بامبليفاير ومش عارف يجيب ايه. ومش عارف يجيب ايه الانواع او يجيب ايه بالنسبة للموديلات او ايه هي اللي في امكانياته او هو ما يعرفش حتى كمان ايه المتاح له عشان يشتريه عشان يسمع صوت الجيتار بتاعه. الامبليفاير ساعات بيباع اه كأنه يعني انت بتشتري الجيتار بالذات برة الوطن العربي بتاعنا هتلاقي بيتلاقي جيتار مسلا ام ممكن يعني غيتار رخيص مش غيتار غالي وبيبقى معاه امبليفاير وبيبقى معاه حزام وساعات بيبقى معاه كابل يعني انت بصراحة انت ممكن تشتري الجيتار ده كهدية مقفول كده على بعضه بالعلبة بتاعته وكل اللي عليه دوت وتديل اي مسلا طفل او اي شاب مسلا كهدية ومجرد ما هياخد السلم الهداية هيتها هيطلع الامبليفاير وحطه والجيتار والحزام والكابل بتاعه والريشة والتيونر كمان ويعزف كتار على طول الاول مرة من اول مرة كده هيطلعوا من البوكس يعني فالناس يعني فكروا قالك هي هدية مناسبة للناس اللي عاوزت هادي حد حد عاوزي هادي ابنه حد عايزي هادي ام شاب او طفل في في يعزه يعني فحيهديله هدية بحيس الهدية تنفعه فورا مجرد ما ما تستلمها فالفكرة ديت موجودة طبعا لما بيتقدم الانسان شوية في عالم الجيتار بيحتاج الموضوع يعني ممكن الجيتار ما تغيرش بس هو محتاج يغير الامبل هيبقى صغير بيبقى امب بيسموه امب التدريب يبقى اول نوع هنتكلم عنه نهاردة امب التدريب امب التدريب داود بيبقى حوالي عشرة الوط دا وحدة قياس يعني قوة يعني ام ام بالذات الامبليفيرات القديمة ام كل ما كان الوط اعلى عشرة وط خمسة عشر عشر كل ما يعلى الوط اكتر كل ما كان الامبليفير اقوى لغاية ما توصل لخمسين والمية فطبعا الامبليفيرات الحديثة دلوقتي مختلفة تماما يعني ممكن تلاقي الواط قليل بتستهلك طاقة اقل بس الباور بتاعها عالي جدا وبتطلع صوت عالي وكل حاجة. انا شفت بعيني اه امبليفيرات مثلا من من عشر العشرين واط وبتطلع قوة نفس القوة بتاعت امبليفير خمسين واط من من نوع تاني من الامبليفيرات القديمة. فبرضو يعني هو ما ما تتخدعش بي قوي ولكن هو علامة كل ما قل الواط بتاعه كل ما القدرة بتاعت الماكينة ديت على انها تنتج صوت اعلى بتبقى اقل. دايما بتاعت التدريب عشرة واط ليه لانك هتتدرب بيها بس دي موجودة عندك في البيت هتستعملها في قط النوم بتاعتك مش عايز تعمل دوشة بيها. اه فبتبقى غالبا الامبليفيرات الزغيرة ديت اللي ساعات بتيجي مع بتاع الجيتار وساعات انت بتروح تشتريها بنفسك هي بتبقى مناسبة للموضوع ده للتدريب. ساعات الامبليفير تقدر تتحكم فيه كمان بتاع التدريب ده بانك تعلق وتقلل بس مش هتلاقي خصائص كتير فيه. يعني مش هتلاقي استعمال مسلا فيه اه بعض الامبليفيرات بتقدر تعمل بدال يلبلك بين قناتين. قناة هتبقى يعني فيها الصوت بتاع الجيتار مفوش اي مشاكل. والقناة التانية بتاعتها او فيها الصوت بتاعك هيبقى اه تقدر تعمل بيه صلوهات. ففيه بعض الامبليفيرات الغالية شوية هتلاقي فيها بدال تقدر تستعمله يقفل ما بين الدايرتين دول. الامبليفيرات الزغيرة اللي هي عشرة وضعت مش هتلاقي فيها الموضوع ده طبعا هتبقى يا دوبك امبليفير تقدر ان كنت تطلع منه صوت تتمرن عليه. طب ينفعني لو انا بتمرن مع فرقة يعني لو الفرقة مش عاملة صوت عالي قوي حينفعك. بس صعب جدا لو كان معك مع آآ آلات في الفرقة عالية زي ومعاك كيبورد ومطرب وبتاع يعني هيبقى فعلا هتبقى عشان تسمع نفسك صعب ولو حطيت الامب جنبك انت بقيت الفرقة مش هتسمعك فهو امب للتدريب بس افضل ان كانت تتدرب يعني به مع نفسك انما مش هيبقى مع التدريب مع جامعة. تمام كده? يبقى ده اول نوع من انواع الامبليفيراتر هنتكلم عليه. طيب لو انا عايز بقى امب انا هتمرن عليه وكمان هشتغل به مع الفرقة يعني هيبقى معي مجموعة بتعمل اصوات عالية واقدر استخدم الامب بتاعي دوت. انا قدامي اختيار من الاتنين اه في امب بيسموه كومبو. كومبو يعني ايه? يعني هتلاقي الامب هو حتة واحدة. في زرايا من فوق قدر اعدل فيها زي بالزبط الامب اللي انت جبته ابو عشرة واط دوت بس هيبقى على اكبر شوية. اه السماعة والامب الاتنين في جهاز واحد بتشيلوا بايدك كده وتاخدوا معاك. لو انت حتبدأ تعمل صوت اه تشتغل به مع فرقة او تاخدوا في عروض حية. الله انصح بانك انت تاخد اقل من تلاتين واط. اقل من تلاتين واط. علشان تقدر تستعمله او انك انت تسمع به ناس او انك انت تتمرن به مع الفرقة. كل مكان الواط كمان اعلى كل مكان احسن. خمسين واط يبقى مناسب جدا. ستين واط مناسب مناسب جدا انك انت تاخدوا معاك العروض او وممكن تتمرن به كمان. ولكن انت ممكن تركب له خلاص. ما مش هيعمل دوشة ولا حاجة فممكن تحطه في قط النوم بتاعتك. الموديلات القديمة غالبا بتبقى تقيلة. الامبليفاير تقيل نفسه. فصعب انك انت تتحكم فيه يعني انك تتحرك به وتقدر تتنطق به كده هو غالبا بتاخده معاك في العرض دوت. في بعض الامبليفايرات اللي هتلاقيها تلاتين واط. اه زي مسلا منزل موديلات اه خفيفة. انك انت تشيلها معاك وتتمرن بها وكل حاجة ومنزل واحد برضو خفيف. اه تقدر تتمرن به. اه الموديلات الحديثة كلها اللي اللي بقلد اصوات الامبات المشهورة هتلاقي غالبا الامب خفيف. وهتلاقي الامب زغير في الحجم بس الباور بتاعته عالية. والامكانيات بتاعته والحاجات اللي جواها اكتر بكتير من امب بسيط اه جاي من عصور سابقة. ده حيقلنا للامبات الاعلى بقى كمان من كده. دي بقى امبات بتستعمل في العروض بتاعت الفراء الكبيرة. يعني انت ممكن يبقى الامب بتاعك محضوط عليه وعليه مسلا تمانية سبيكرز. يعني انت عندك تمن سماعات بتشتغل اللي كنت كمونتور. بالاضافة انك انت بتاخد علشان السماعات بتاعت برة بتاعت العروض الكبيرة ده. الامب نفسه هيبقى راس منفصلة. والسماعات هتبقى حاجة منفصلة تانية. عشان تقدر توصل على الامب عدد اكبر من السماعات. انت يعني بتجيب الهد بتاعت الامب لها طاقة معينة. والسماعات بقى زي ما انت عايز. بجيب اللي انت عايزه آآ من عدد السماعات اللي انت تتشغل عليها. وطبعا في ماركات مشهورة جدا في في الموضوع دوت هتلاقي مارشل وهتلاقي ميسابوجي. وهتلاقي آآ يعني انواع كتيرة من بيستعملها الفنانين الكبار في الحفلات بتاعتهم. انت لو شفت اي فيديوهات لفرق مشهورة زي كوين مسلا وزي آآ آآ سانتانا مسلا. هتلاقي من الامبات اللي بيستعملوها هي النوع دوت اللي هتلاقي وهتلاقي السماعات تحته. طبعا عندك مشكلتين في آآ النوع دوت من الامبات. اولا غالي جدا. الهد نفسه غالي جدا. السماعات نفسها غالية جدا. انت تتكلم في آلافات الدولارات عشان تقدر تكيب سات ده ده. وهيدي لك بتاع صوت خاص بهذا الامب بس. آآ المشكلة التانية حجمه الكبير. انت عشان تجيب الهد ده وتجيب السماعات بتاعته دي كلام. اولا عايز انك انت آآ ما تيجي تروح اي حفلة يكون معاك حد بيساعدك. اتنين مسلا بيشتغلوا عندك عشان يشيلو لك السماعات دي وادوها المكان اللي انت فيه ده بتتحرك على عجل وعايز مكان تنقلون بيه في معاك عربية فان تقدرت تنقل الامبات دايت معاك وانت الحفلات بتاعتك والخراجات بتاعتك طبعا مش هتبقى عملية جدا انت تتحرك بيها وبالسعر الغالي بتاعها ده اي دمج هيحصل فيها واي حاجة هتبقى بتوجع قوي. الموديلات دي تعود الى عصور قديمة برضو. يعني الاسامي اللي اتعملت آآ ميسا بوجي آآ مارشل والماركات المهمة دي. آآ عملت الامبات دايت في عصور سابقة واستعملها فنانين مشاهير وكانت الاسعار بتاعتهم عالية جدا. دلوقتي الامبات كمان بقت بتقلد اصوات الامبات العالية ديت. وقبالك وتجيبها لك في ممكن تتحطى على ممكن تتحطى على جوه دوت. فانت مش محتاج بصراحة انك انت تعمل الكلام دا كله فيه بعض الفرق شفتها عالمية دلوقتي. ما بقيتش تجيب الكلام دا دلوقتي خالص. بقى لكل الحاجات دي بالكمبيوتر. يعني كل ده بيقلت صوت الامب اللي هو المشهور دوت. ده قاعد عليه مهندس صوت والراجل اللي بيعزف الجيتار حتى ما بيدخلش عشان يغير اصوات. وقبالك هو الراجل المهندس الصوت قريدي عارف الصولو معاده امتى ودخله في المعاد بتاعه والراجل عمل الصولو خلاص انتهت. فبقى الفرق الكبيرة دلوقتي بقيت ما 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 فيش حد بيقعد يدبدب برجليه على بدلات ولا حاجات ما انتهي خالص. بقى مهندس الصوت بيتولى الموضوع دوت. فيه طبعا بعض الجيتارستات ودول ما قدرش لومهم بيحب يتحكم في الموضوع ده فحطت قدامه بتاعته اللي بيقدر يتحكم في البدلات بتاعته. بدلات كتيرة طبعا في العالم دلوقتي طلعت زي مسلا. آآ انا كنت كلمت عنه في حلقات قبل كده. ده اغلى بدلات في العالم دلوقتي واقواها بالنسبة للجيتار. آآ الجهاز فيه كل البدلات اللي انت ممكن تتخيلها انك ممكن تستعملها وبالكواليتي الممتاز بتاع اي اندفيديوال انك انت هتشتريه بيوفر لك فلوس كتير وتمن وغالي بس هو يوفر لك فلوس كتير انك انت تجمع كل البدلات دي وتخدها معاك وتقعد تبني فيها وتعمل وليه آآ تركيبات صوتية وجواء انواع امبليفيرات متسجلة وممكن تشتري كمان آآ انواع جديدة لو انت عايز متسجلة جواب يقلد لك صوت الامبليفير بالزبط اللي انت اللي انت عاوزه فقدامك اليونيتس ده طبعا تستعملها انك انت فعلا تشتغل على الانبات الغالية دي اللي فعلا مقدرات الانسان العادي اللي بيعزب جتار وعنده آآ شغل متواضع يعني مش هيقدر يجيب الامبات الغالية دي كلها طب انا ما عنديش اي امبات اشتريها وما عنديش فلوس حتى اجيب الامبات دي كلها وعندي الجتار بس طب اعمل انا ايه بقى قدامك آآ حل بسيط جدا ان انا آآ ادخل الصوت بتاع الجتار بتاعي للكمبيوتر لو انا نجحت ادخل الصوت بتاعي للكمبيوتر او حتى للتليفون او التابلت تخيل التليفون المحمول بتاعك والتليفون المحمول بتاعك ده دلوقتي في قوة كمبيوتر من قوة كمبيوترات الماضية لو قدرت اوصل صوت الجتار دوت للموبايل او للتابلت او للكمبيوتر فيه كتير جدا اقدر استعمله هيطلع لي اصوات في منتهى الاتقان مش هحتاج حاجة تانية ان انا اقدر اشتغل مع الجتار طب ايه الاجهزة ديت اللي انا اقدر ادخل صوت الجتار الى ازي الاجهزة طيب ندرس صوت الجتار يا جماعة اللي بتتحط فيه سواء مايكات اكوستيك او سواء مايكات على الجتار مايكات ضعيفة جدا كويلات ضعيفة جدا الاشارة الكهربائية اللي طلعة منها محتاجة تكبير فمحتاج اكبر الاشارة الاول فيبقى فيه دايرة موجودة معايا في الجهاز اللي انا جهاز يقلب الاشارة الانالوج لان الاشارة اللي طلع علي من الجتار اشارة طلعة من ميكروفون يعني سالب وموجب وخلاص وكهرباء وبتاع محتاج اقلب الاشارة ديت الى الارقام واحد وصفر واحد وصفر واحد وصفر الكمبيوتر يقدر يفهمها ويتعامل معها طيب كمان حاجة مهمة ان انا وانا بعزف الاقي الكمبيوتر يستجيب معايا في نفس اللحظة ما يبقاش انا بعزف ولاقي بعدها بثانية الكمبيوتر بيشتغل معايا فهنشوف استعراض دلوقتي للاجهزة اللي انا ممكن اقدر اعمل بيها الكلام دوت اول جهاز واضعفهم هو جهاز صغير هتلاقي فيه المدخل بتاعه فيه مداخل لمايكروفونات موجودة هنا اهي يعني المدخل بتاعه فيه مدخل مايكروفون وحتلاقي المايكروفون جواه برضو مدخل الجيتار ومفاتيح بتاعته طبعا الان والوف وفي الاخر هتلاقي كابل عامل زي كابلات السماعات بتاعت الهيت فون بتاعت التليفون الكابل دوت انا بدخله فيه التليفون بتاعي او في الكمبيوتر بتاعي من من المدخل بتاع المايكروفون بتاع الكمبيوتر الجهاز ده جواه صغير بيشتغل بالبطارية يعني انا هفتحه دلوقتي هوت هتلاقي المدخل بتاعه للبطارية مجرد ما بتشغل البطارية والان والوف بتاعي الدايرة اللي جواه ده بتكبر اشارة الجيتار هو طبعا علشان هي الجاك بتاعي اللي بيوصل هنا ده وده جاك انالوج فانا ما اعتقدش ان ده هيبقى جواه يعني مش هيقلب لي الانالوج ديجيتل هو هيدخلها لي الانالوج برضو بس مكبرة كفاية ان الكمبيوتر ياخدها او التليفون ياخدها ويتعامل معها طب ده عظيم جدا فهو الدايرة اللي جواه دي هتبقى تكفي من التكبيب بتاعها ان انا ادخل اللي انا عاوزه للكمبيوتر طبعا مش هتلاقي يعني السرعة بتاعت الاستجابة بتاعت الجيتارها تبقى كويسة لان ده معتمد على قوة البروسيسر بتاع الكمبيوتر بس مفيش اي بروسيسر هنا خالص لانالوج والديجيتل فالكواليتي بتاعت الصوت لان انا ناقل الاصوات كلها في كابل والسرعة بتاعتها هتتأثر مش هتبقى يعني بس ده حل مناسب جدا انا لو وصلت حتى الجيتار لي من غير تليفون ومن غير كمبيوتر ومن غير اي حاجة هيشتغل على فكرة وحلاقي ان انا لو شغلت من هنا اقدر اوصل سماعة هيدفون واسمع جيتاري اللي انا عاوز اسمعه من هنا فخلاص انا مش محتاج اي جهاز تاني غير دوت بس بركبه بركب فيه السماعة عادية واسمع او لو انا عزيسجل على الموبايل عندي بتاعي ان انا بوصله بالموبايل بتاعي وسجل او بوصله بالكمبيوتر وسجل على الكمبيوتر بتاعي فالجهاز ده رخيص يعني ده اسمه فالجهاز دوت بيتباع وموجود وفيه اجهزة احسن منه كمان ولكن دوت اللي انا آآ كنت جبته من سنين طويلة واستعملته وعا الموبايل ما فيش اي مشاكل فيه خالص عام ببايلو التابلت وسمعت صوت الجيتار بالهيتفون ما فيش اي مشاكل خالص طبعا لو انت عايز تركب افكتس وحاجات الحاجات دي دي انت تبقى على التليفون وعلى التابلت وعلى الكمبيوتر ملوش علاقة خالص بالجهاز دوت. تاني جهاز انا عرضته قبل كده والنهاردة هاعرضه تاني هو من شركة دي مشهورة بانها بتعمل جتارات وافكتات وهي اللي عاملة المشهور اللي احنا قلنا عليه اللي هو اغلى في العالم عبارة عن جهاز انا اشتريت دوت لان كان ليه غرض في ان انا بشتريه الجهاز دوت ممكن يشتغل كأنه اوديو انترفيس اوديو انترفيس بوصله على طول من هنا ممكن يتوصل بجهاز الكمبيوتر ولكن اه ده للابل بس يعني اللي عنده كمبيوتر ابل او اللي عنده موبايل ايفون او تابلت ايباد يقدر يستعمل اه سونيك بورت دوت جواه مايكروفون كمان كندنسر يعني مايكروفون بتوع الستوديو ممكن اسجل بيه كده كمان يعني انا ممكن احط وعلعب جتار اكوستيك قدامه وبيخرج كمان من هنا عندي وعندي يعني انا بقدر اخرج على سماع يمين وسمع شمال وعندي مدخل بتاع الجتار بتاعي انا هوت ومدخل الهيت فون بتاعي ده ده مختلف شوية عن الجهاز اللي انا عرضته قبل كده الجهاز ده لو انا وصلت الهيت فون بتاعته ووصلت الجتار بيه بس من غير تليفون او من غير اي باد او من غير كمبيوتر مش هيشتغل الجهاز ده مش هيشتغل ده محتاج مخ كمبيوتر سواء كان في التليفون او التابلت او الجهاز بتاع الكمبيوتر عشان يشتغل معايا فا اه مرتبط بان انا ابقى معايا في التليفون الميزة اللي فيه ان هو جهاز سريع جدا لان هو فيه اي دي كونفيرتر هيقلب الانالوك ديجيتال ويدخلها لي على التليفون بتاعي المحمول او يدخلها لي على التابلت والشركات كلها منها الشركة بتاعت لاين سيكس بتنزل لك افكتات على الموبايل وعلى التابلت وعلى الكمبيوتر واحنا اتفقنا ان هي معمولة مخصوص للابل يعني ما بتتعاملش مع الاجهزة التانية الجهاز الزغير ده بيانتج لك اللي انت عاوزها والانبات اللي انت عاوزها وممكن تشتري كمان زيادة لو انت عاوز حاجات زيادة فبيبقى جهاز مهم جدا ان اقدر او اوصله بالكمبيوتر وبيقضي انترفيس معي واقدر اسجل به اللي انا عاوز ومعاه مايك كمان اقدر اسجل فانا مش محتاج اي مايك يعني انا ممكن اعمل انتاج كامل بالجهاز ده بس ومعايا الجتار بتاعي وآآ تابلت تابلت ايباد او ايفون او جهاز كمبيوتر ابل. جهاز تالت رخيص جدا وانا عملت حلقة عليه برضو قبل كده راجعوا الحلقة بتاعة العجيب دوت. اه عاملها شركة المشهورة بتاعة انا قلت لكم الامبات بتاعة ممكن تكون صغيرة بس القوة بتاعتها كويسة. دوت مش فاكر كان حوالي خمسة واط بتاعة لي كده. خمسة من تلاتة لخمسة واط. مش هيزيد عن كده. ولكن دوت اه ممتاز جدا اولا بتقدر تاخده معاك في اي حتة يتوصل بتاع كهرباء. وممكن يتوصل بالبطاريات. يعني ممكن تحط فيه بطاريات وخلاص. وبهو ده اللي معاك الامب بتاعك دوت اللي بتتعمل بتوصل عليه الجيتار بتاعك. وفيه دايرة وفيه دايرة وفيه كمان بلوتوث اقدر اوصل التليفون المحمول بتاعي بيه اعمز في اي اغنية واعزف معاها بالامب دوت. والامب ده صوته عالي فعلا. يعني انا ممكن ابقاعد في قوضة وصحابي احوالي وانا الحفلة. والامب ده يكفي عليا. اه كمان الامب ده ممكن اوصله اكتر من امب او سماعة من السماعات دي لان هو في وصلة من وراء ممكن اوصله بعدد اكبر فانا ممكن يبقى عندي اتنين تلاتة من دول او اربعة من دول او اجيب سماعة من اللي هي وليها الوصلة ديت. فيبقى الامب اللي عندي دوت استعملته ان هو كبرت الاشارة كمان لسماعات تانية واقدر استعمل الجيتار في حفلة اكبر. فده حل ده كرخيص يا جماعة مش غالي. واخد بالك. فانا ممكن اجيب الامب دوت. واتمرن عليه يبقى الامب بتاعي بتاع التمرين بتاع البيت الحل بتاعي. طب ده اوصله بالكمبيوتر ينفع? لا. ده ما فهوش يعني انا مش هقدر اشتغل عليه زي بتاعة ادخل السيجنال بتاعتي للكمبيوتر اقدر اتعامل معه. خلي بالك انت مجرد ما هتدخلها تبقى ديجيتر للكمبيوتر تقدر اتعامل مع كل انواع اللي بتطلع لك اصوات جيتار زي ما انت عاوز. ومنها الحلقات اللي احنا آآ شرحناها عن اللي موجودة على الكمبيوتر وكده. فانت لو هتجيب دوت ده خلاص ده هتتمرن مع بي معي في البيت خلاص وده مش هتدخل بي حاجة على الكمبيوتر ولا اي فايدة ليه غير انك انت بس تسمع صوت الجيتار بتاعك من امب كويس وصغير ومش غالي. الحل الاخير والعملي جدا. الحل الاخير والعملي جدا. انك انت تجيب اوديو انترفيس. اوديو انترفيس ممكن يكون حتى بيسموه بيسموه كلمة مكتوبة جنبه. ده معنا انه هو ما بياخد تراكين. تراك مايك وتراك بتاع لاين في نفس الوقت. او ممكن تسجل هو تراك واحدة اللي بتاخدها هيبقى مايك او لاين. اه الاوديو انترفيس ده لما بيتوصله بالكمبيوتر بيفتح لك اه فاق كلها. اللي هي ايه? ممكن استعمل الامبات اللي انا سمعت عنها دي كلها على الكمبيوتر على يعني سوفتوير هيقلد لي اصوات الامبات دي كلها. ممكن اسجل على برامج التسجيل والتركيب الاغاني وتركيب الموسيقى والكلام ده كله وقدر اركب الموسيقى وابتدي اعزف مع نفسي. ممكن اتمرن مع التراكات اللي انا هركبها دي يعني لو انا مش عايز اركب موسيقى وابقى موسيقاري يعني انا هعمل التراكات او اللوبس بتاعتي اللي انا هاعزف معها واعزف معها عشان اتمرن. بيفتح لك افاق الكمبيوتر كلها. فانا انصحك لو انت الميزانية بتاعتك محدودة ما تشتريش تبقى واقف بيه ما بتعملش حاجة يعني ما تجيبش واحد بتاع تدريب صغير واخبالك بتامن اوديو انترفيس يعني انت هتجيبه بتامن الاوديو انترفيس طب الله طب ما تجيب اوديو انترفيس لاحجة ادخلك الحاجة على الكمبيوتر بتده تسعمل هيت فون وفي نفس الوقت هيبقى الاوديو انترفيس ده وسيلة ليك تدخل مايكروفون تسجل حتى الجيتار الاكوستيك بتاعك بانك تحطه مايكروفون قدام على وتسجل عادي وتسجل حاجة كلها وتعزف مع التسجيلات الاديمة او الاغاني الاديمة او امكانيات رهيبة جدا فانت دخل لي دايما اول اول ما تجيب الجيتار مش اخر الناس كلها بتدور على الناس تشتري الاول وده ما بيفكروش فيه خالص دلوقتي مفيش حد يا جماعة مفيش في بيته كمبيوتر او لابتوب حتى لو كان اللابتوب او الكمبيوتر ضعيف افضل الف مرة من لك انت تدفع نفس الفلوس ده تتجيب امب غالي وما تقدرش تعمل بيه حاجات دي كلها لان هو هيبقى ضعيف يعني انت جايب امب غالي بس ضعيف جايبه عشرة واط ودافع فيه رقم كبير هو تمن تمن الاوديو انترفيس وانت عندك لابتوب متواضع اللابتوب المتواضع ده هيشتغل معاك امبليفير ويشتغل معاك بيشتغل معا الاوديو انترفيس كجهاز تسجيل تقدر تعمل به اللي انت عاوزه فما ما تستخصرش تشتري اوديو انترفيس حتى لو انت مش عايز تشتغل فهندست الصوت ده حل عملي جدا لموضوع الامب اتمنى اكون وضحت النهاردة موضوع الامب المهم جدا اللي الناس بتتقزم عليه بتشتري الجيتار ومتعرفش تعمل ايه بيه بعد كده او الامب موضوعه هل هو معقد هل الامبات كويسة او الامبات وحشة المركات بتاعت الامبات طبعا انت وزوقك بس ما انصحكش انك انت تروح تشتري امب ما سمعتوش يعني فيش حاجة كده انت بتروح اساسا محل الجيتارات تشوف الانواع كلها بتاعت الامبات وبتوصل الجيتار بتاعك هو جيتار واحد بتتسلفوا من عندهم حتى كمان وتوصلوا على جميع الامبات تجرب صوت الامب نفسه حينسبك ولا لا ما هو ممكن ينسبك انت ما ينسبش واحد تاني وممكن ينسب واحد تاني ما ينسبكش فالاصوات الامب دي يا جماعة دي بيرسونل اوي يعني شخصية كل واحد له وزوقه الشخصي زي ما واحد بيبعث لي برضو صور الجيتار يقول لي ايه رأيك فيه حلو اه هو حلو هو جيتار ياماها بس شركة ياماها عملت جيتارات وعملت جيتارات وعملت جيتارات وعملت جيتارات وعملت جيتارات وعملت جيتارات باربعة وعملت جيت باتنين يعني اني واحد فيهم الصوت بتاعه ده مختلف عن ده ده مختلف عن ده ده مختلف عن ده وكل واحد لي ستايل لعزفه وكل واحد لي الحاجات المفضلة او الفنانين المفضلين لعزف وانواع جتارات والصوت المميز اللي هو بيحبه كل واحد زوءه غير التاني يا جماعة طالما الجتار ماركة كويسة والجتار نفسه جيد كصناعة بقى بعد كده هيبقى زوءة كنته مش زوءي انا او اذتياري انا طب انا اللي اخترت دوت ما ممكن انت ما يعجبكش. يمكن ده زوقك انت انت راجل بتحب تعزف متل. وانا مش هعزف متل انا راجل بعزف نوع تاني من الموسيقى. فانت لازم تبقى بتفكر بالزبط ايه ايه الموضوع بالنسبة الامبليفارات هيبقى بالزبط زي الجيتارات. بعض الامبليفارات هتلاقيها تناسب نوع معين من الموسيقى وبعد الامبليفارات تناسب النوع الاخر. فانت اتروح تجرب الامباد ديت على نوع الموسيقى اللي انت بتحبه. واخبالك وتشوف الامب ده هتدي لك نفس النتيجة اللي انت عاوزها ولا لا. مش انك انت اه تشوف الصورة بتاعته في مجلة او على الانترنت وبتاعة تروح شاري الامب. ده مش هيبقى حل خالص. وبالعكس انت هتبقى ممكن بتندم على فلوسك اللي هتدفعها فيه. لانك بعد كده لقيت حاجة تانية تناسب اللي انت عاوز تعمله اكتر من ديت وانت دفعت فلوس كتير في ديت ومحتاج دلوقتي تتصرف فيه وتشوف هتعمل اي يعني? فدايما روح المحل بنفسك. جرب جتار يا جتارك يا جتار مشابه لي عند المحل دوت على الامبات كلها عشان تختار الامب اللي نسبك بالبودجت بتاعك. لو انت احطرت خالص بالجتار بتاعك اشتري اوديو انترفيس ومش هتروح في الموضوع ضليل لانك انت اساسا اوديو انترفيس لو دخلت صوت الجتار بتاعك للكمبيوتر هدرك تسعمل جميع انواع الامبات اللي في الدنيا على السوفتوير. فتختار منه بقى اللي انت عاوزه يعني اللي انت عاوزه هتلاقيه متاح ليك على الكمبيوتر زي ما احنا شرحنا قبل كده. اتمنى اكون شرحت موضوع الامب بتفصيل اكبر شوية من الحلقة اللي احنا عملنا قبل كده. واتمنى انكم كلكم توفقوا في انكم تاخدوا الامب اللي انتوا عاوزينه او الحل اللي انتوا عاوزينه من الحلول عشان تسمعوا اصوات الجتارات بتاعتكم وتتمرنوا وتعزفوا وتعملوا الموسيقى اللي انتوا تتمنوها. وهشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة